اشتركوا في القناة منهم لاعبين يلعبون في المنتخبات الوطنية الفرنسية لفئات شبانية حسب ما صرحه ايضا جمال بالماضي في الاذاعة الوطنية انه يتابع اربعة الى خمس لاعبين يلعبون في المنتخب الفرنسي للشباب اذا انز موديار طرقت الى مجموعة من اللاعبين من بين هم هذما اللاعبين امين قوري اللي تكلمنا عليه سابقا اللي يعين فيه جمال بالماضي اللاعب منتخب الفرنسي للشباب ولاعب ومهاجب نادي نيس اللي يتقلق في الموسم هذا ايضا ظاهر ايسر يانيس رحماني ظاهر ايسر مالاقة ايضا لاعب يقدم في موسم رائع مع ناديه مالاقة الاسباني ايضا وسط ميدان هذا اللي يكفر عليه الكلام زروقي وسط ميدان تفينتي هذا اللاعب اللي ايضا لاعب وسط ميدان دفاعي اللي يكفر عليه الكلام ويتقلق الموسم هذا لكن في المقابلة الاخيرة اللعب احتياطي ضد لاعب طوبة ايضا وسط الميدان ماكسيم لوباز اللي وسط الميدان هذا اللي يكفر عليه ايضا الكلام ماكسيم لوباز اللي انتقل من مارسيليا الى ساسورو ايطالي واللي يقدم في مقابلات رائعة رائعة جدا مع نديه ساصولو وبرز بشكل كبير اكثر في الدوري الايطالي اكثر منه في الدوري الفرنسي ظاهر ايصر اللي ايضا يلعب المنتخب الفرنسي للشباب رايان ايت نوري هذا اللاعب ايضا ظاهر ايصر اللي السابق انجي اللي انتقل لويرفر هامتن واثبت ما كانتو وسجل هدف الدوري الانجليزي الممتاز لاعب ويرفر هامتن ظاهر ايصر رايان ايت نوري اللاعب هذا ايضا ياسين بن راحو لاعب نيم الفرنسي اللي وسط ميدان هجومي اللي ايضا كان مقترح على الجامعة المغربية لكرة القدم ربما يلعب ربما يستدعيه الناخب الوطني ويقنعه في المشروع الرياضي وربما ايضا يذهب الى المنتخب المغربي اللاعب الاخر اللي نوعا ما صعب المنال ليس صعب المنال في اللاعب بل من ضغوطات وقصة تعرفها يعرفها العام والخاص نادي اولمبيك ليون برئيسه جون ميشيل اولاس صعب يعطيك المواهب يعني المواهب القوية واللاعبين اللي عندهم امكانيات كبيرة صعب انهم يخليهم يختاروا منتخبات غير المنتخب الفرنسي اللاعب هذا رايان شرقي رايان شرقي اللي الويلدن تعه من ولاية بسكرا وسط ميدان هجومي ايضا يلعب في المنتخب الفرنسي لاقل من تسعة عشر سنة رايان شرقي ايضا من بين هذه من المواهب ايضا جمال بالماضي عنده مفكراته حسب ما تقول انز مونديال الخبر يرجع لجريدة انز مونديال اللي تقول انه جمال بالماضي في مفكرته سبع لاعبين هذا من لاعبين فيهم من يلعب في المنتخب الوطني لاقل من عشرين سنة واقل من تسعة عشر سنة للمنتخب الفرنسي اذا جمال بالماضي مهمته طرح المشروع الرياضي لهذا من اللاعبين وشرح المشروع الرياضي ومن بعدها ترجع للكلمة الاولى والاخيرة لللاعبين اذا يختاروا منتخب الوطني ام لا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في الاخير ملتقنا مع مجد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة